المتحدث باسم الرئيس الروسي دميتري بيسكوف اتهم الحكومة التركية بتزويد الإرهابيين في إدلب يا أستاذ عبد الحاليم بالمعدات والأسلحة والذخيرة وكمان بعدم التزامهم يعني بالتزاماتهم بعد قمة سوتشي يعني أو الاتفاق اللي حصل في سوتشي قل لي شايف هذا الموقف الروسي إزاي الآن من الوضع يعني هو تسليح إردوغان للإرهابيين أمر قديم أيضا عدم التزام إردوغان باتفاقية سوتشي وبواجباته معروف لكن الجديد هو أن الروس ينشرون ذلك على الملأ الآن يعني في محاولة لاعتصار إردوغان أو ارجعوا إلى حجمه الحقيقي أو افهاموا أنه ليس ندا للروس لكي يتحدث عن تأويل معين الاتفاقية وأن الروس هم لازم يملكون تأويلها لأن يملكون قوة السلاح الغالب أنا أعتقد أن هذا الكلام لحظي أن إردوغان يتكلم عن نهاية فبراير في إطار الجعجع أنه ما لم يعود الجيش السوري إلى خطوط التي كان عليها فسوف يتدخل عسكريا الحقيقة هو لم ينتظر نهاية فبراير وتدخل عسكريا ويهزم في غير مرة أو في كل مرة وفي نفس الوقت رحل تاريخ نهاية فبراير إلى تاريخ عقد القمة الرباعية التي دعا إليها والتي تصور أنها ستقدم له بعض من فرصة الحفاظ على ما تبقى من ماء الوجه أعتقد أن إردوغان الآن مطروح أمامه خيار واحد هو الاستسلام في شمال السوري ليس أمامه اللغة التي يفهمها جيدا هي لغة القوة أما فكرة الجعجعة والصوت العالي وتصور أن ذلك يمكن أن يهدئ بعضا من مشاعر الداخل التركي فأعتقد أنه في هذا العالم المفتوح لم تعد من فائدة لهذه المناورة لنلاحظ أن حزب الشعوب الديمقراطية الكردي في غالب تكوينه تقدم خطوة إضافية اليوم عقد مؤتمر دعا له كل الأطراف التركية يحاول أن يطرح نفسه كحزب تركي شامل جامع يطرح نفسه أصلا كبديل في السلطة محل إردوغان دعا عددا كبيرا من الممثلين من خارج تركيا من العرب وغير العرب في مؤتمر عقد في أنقرة اليوم هذا التطور الهجوم الطابع من قبل الأكراد هو بعض من علامات زي علامات يوم الساعة كده علامات الساعة ففي علامات تتكاثر كلها تشير إلى موضع واحد هو موضع نهاية أردوغان الباقي تفاصيل متى وكيف بالانتخابات بغير الانتخابات بتدفع الحوادث بفشل تكتيك أردوغان في فكرة الهروب إلى الخارج لتعويض تناقص شعبيته في الداخل كل هذا قائم بمتاعب الاقتصاد طبعا الإضافية مع الجو الحربي المفروض ترجمة نانسي قنقر